اهلا بكم الى نشرة التاسعة وابرز عنوينها متجاهلا ازمة صد النهضة السيسي يهدد بالتدخل في ليبيا وتسليح القبائل ورفض الرسمي لتصريحاته واعتبارها تدخلا سافرا الجزائر تجدد دعمها لحكومة الوفاق اثناء لقاء السراج بتابون وليبيا ترفض اجتماع للجامعة العربية عن ليبيا دعت له مصر الامم المتحدة تقول ان عدوان حفتر فاقم الوضع الانساني وصحة الوفاق تقول ان 57 عنصورا صربيا سقطوا جراء موسيقى 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 قال رئيس المجلس الاعلى لدولة خلد المشري ان ما جاء في تصريحات السيسي غير مقبول ويعتبر مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شؤون ليبيا من جهاته استنكر عضو المجلس الرياسي محمد عماري زايد بشدة تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معتبرا تصريحاته اعلانا للحرب على ليبيا وتهديدا للشمال افريقيا وابدى زايد رفضه عزم مصر انشاء عصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية قائلا ان هذه الخطوة تعتبر تهديدا للسلم الاهلي والدولي وتكرارا لأصريب التمرد الذي دحر عسكريا مبينا بانه لا خطوط حمراء داخل حدودنا واراضينا مؤكدا في الوقت ذاته رفضه اي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية قال الناطق باسم غرفة عمريات تحرير سرت والجفرة العميد الهاديدرا ان تصريحات السيسي بان سرت والجفرة خط احمر هي تدخل سافر في شؤون ليبيا واعتبره اعلانا واضحا للحرب على ليبيا واكد دراه ان قوات الجيش عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من ميليشيات الكرامة الارهابية ومفتزقتهم وداعميهم وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد هدد بالتدخل المباشر في ليبيا عبر تسليح ابناء القبائل وتدريبهم قائلا ان تدخل المصري باتت تتوفر له الشرعية الدولية حسب زعمه واضف السيسي اثناء تفقده لوحدات قتالية عسكرية اصبت ان تدخل مصر في ليبيا سيكون هدفها حماية الحدود الغربية وسرعة استعادة الامن والاستقرار في ليبيا مهددا في الوقت ذاته ان تجاوز سيرت والجفرة خط احمر بالنسبة للقاهرة على حد تعبيره بعدما تغيرت موازين القوى عسكريا وسياسيا لصالح حكومة الوفاق واضحت هزيمة خليفة حفتر امرا واقعا لما فر منه خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي احد اهم الداعمين لمشروع عسكرة الدولة في ليبيا ليهدد الليبيين بالتدخل المباشر في بلادهم في تناقض واضح مع مبادراته التي لم يجف حبرها بعد والتي دعا فيها لتغليب لغة الحوار ووقف الاعمال العسكرية وفي تجاوز لطبيعة الدولة الحديثة ومنطق المواطنة توعد السيسي بتسلح ابناء القبائل ذات الاصول الليبية المقيمة في سحراء مصر الغربية وذلك خلال تفاقده لاحدات عسكرية بالمنطقة الغربية المحادية لليبيا مدعيا في الوقت ذاته توفر غطاء دولي لذلك على حسب تعبيره نحن ليست لنا مصلحة الا امنكم واستقراركم لا نريد شيئا وبالمناسبة لن يدافع عن ليبيا الا اهل ليبيا واحنا مستعدين نساعد ونساند ده هاتوا النهاردة من شباب القبائل من عندكم وتحت اشرافكم ندربهم ونجهزهم ونسلحهم تحت اشرافكم احنا مش عايزين غير ليبيا المستقرة ليبيا الامنة السيسي لم يكتفي بالتلوح بالتدخل المباشر فقط بل ذهب الى التهديد بعدم قبولهم تجاوز مدينتي سيرت والجفرة معتبرا هاتين المدينتين خطا احمر بالنسبة للقاهرة لا يمكن تجاوزه متعاهدا بتسليح ابناء القبائل وتدريبهم الخط اللي وصلت اليه القوات الحالية سواء كان من جانب ابناء المنطقة الشرقية او المنطقة الغربية كلهم ابناء ليبيا واحنا بنتكلم مع شعب ليبيا وليس مع طرف ضد طرف فلنتوقف على هذا الخط ونبتدي اجراءات مباحثات وتفاوض للوصول الى حل للازمة الليبية للوصول الى حل للازمة الليبية حل سياسي انما اذا كان يعتقد البعض انه يستطيع ان يتجاوز الخط سيرت الجفرة ده امر بالنسبة لنا خط احمر وتأتي تصريحات السيسي في وقت تعثرت فيه مفاوضاتهم مع اثيوبيا بشأن سد نهضة ومطالبتهم مجلس الامن بالتدخل لاجاد حل عادل ومتوازن حيث اضحت القاهرة وفق رأي مراقبين عاجزة عن التعامل مع اديسة بابا ولا تحمل اي اوراق قوة وتستجدي منها الحوار والسلام بينما نراها على الضيفة الغربية من حدودها تلوح بالتدخل العسكري المباشر ومزيد من الحرب والدمار مستغلة الانقسام القائم وضعف الجبهة الداخلية في البلاد تأتي تصريحات السيسي المهددة بالتدخل في ليبيا في وقت يعاني فيه نظامه من ازمات وتحديات داخلية ابرزها فشل ادارته لملف سد نهضة في ظل تقضم اثيوبي في المقابل المزيد في سيق التقرير التالي فلنتابع السيسي مرة اخرى يلوح بجيش مصر ذاك الذي يتقاضى اكثر من مليار دولار سنويا عبر برنامج التمويل العسكري الاجنبي الامريكي والذي تهدده اثيوبيا في مصدر حياته واساسها الماء الذي سبق له تسليم اراضي مصرية في صورة تنازلات لاحد اصحاب الفضل على السيسي محمد بن سلمان يتوعد بالتدخل في ليبيا وليس اثيوبيا او تيران او حتى صنفير والسيناء الغارق في وحلها سيرت الجفرة دا امر بالنسبة لنا خط احمر تجاوز سيرت او الجفرة خط احمر هكذا قال السيسي وكأنهما محافظتان مصريتان طمعا في ثروات النفط او حفظا لماء الوجه الذي اذهبه سد النهضة يزداد الخناق على السيسي ومموليه كل يوم فهم الغارقون حتى اذانهم في ازمات اقتصادية خانقة دعتهم لاقتراض اكثر من مئة مليار دولار مسجلة كديون خارجية على القاهرة مصر التي سبق لها ان غرقت في وحل اليمن اهو السيسي يحاول معاودة الكرة عبر تدخل في ارض يجهل تضارسها ومنطقة تنازع دولي دخلت فيها قوى اخرى تفوق مصر حجما ومقدرة يريد السيسي وعربوه في ابو ظبي من خلالها انقاذ توأمه في الدكتاتورية وشقيق نفسه في الاستبداد حفتر دخول جيش السيسي لليبيا ان حصل سيكون خطوة لن ترضي الجزائر وستثير دول المغرب العربي ومحيطها لما سيجلبه هذا التدخل من ازمات امنية ستعصف بكامل المنطقة كما ان انقلاب حفتر المدعوم من السيسي على الشرعية المتحليفة مع تركيا ستعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب مع الاخذ في الاعتبار قلق الولايات المتحدة من النفوذ الروسي المتزايد والذي سيجعل مصر في حالة تقارب مع موسكو بدعمهما لحفتر وهو ما ينظر بتصعيد امريكي تخشاه القاهرة ولا تتمنى حصوله ذلك ان المساعدات الامريكية هي التي تمول جيش مصر والوية السيسي في سياقنا متصل بحث رئيس المجلس الرياسي لحكومة اليفاق فايزة سراج السبت في الجزائر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون مستجدات الاوضاع في ليبيا سياسيا وامنيا وعسكرية ونقش الجانبان الجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا والمقترحات التي اعلنتها الجزائر لدعم هذه الجهود في اطار الاتفاق السياسي وبالتعاون مع كل من تونس ومصر اضافة الى ملفات اقتصادية وامنية وسبول تأمين الحدود المشتركة واثنى استراج على موقف الجزائر رئاسة وحكومة والشعب على حرصها الدائم على امن واستقرار وسيادة ليبيا مؤكدا على اهمية الدور الجزائري في حل الازمة الليبية ومن جهتها اكد الرئيس الجزائرية على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين وقالت الجزائر تقف دائما الى جانب الاشقاء الليبيين مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق ولشؤود الثراج من اجل ان تجتاز ليبيا لازمة الرعينة ينضم الينا عبر سكايب من لندن مبعوث رئيس المجلس الرئاسي الشخصي لدول المغرب العربي جمعة القماطي اهلا بك سيد جمعة كيف يمكن قراءة هذه التصريحات الاخيرة لأسيسي واعتبار سرط والجفرة خط احمر كما يدعي بداية هذه التصريحات هي تدخل صارخ في الشأن الداخلي الليبي وتجاوز للسيادة الليبية عندما يتكلم عن سرط الجفرة التي تبعد اكثر من الف كيلومتر عن الحدود المصرية الليبية ويعتبرها خط احمر لا يجب لقوات حكومة الوفاق ان تتجاوزه فهذا تدخل مفضوح ومرفوض من دولة اخرى حتى وان كانت جارة في دولة مستقلة ذات سيادة وحدودها معروفة واراضيها معروفة ولو كان السيسي يتكلم عن خط الحدود الليبي المصري وانه لن يسمح لاحد بتجاوزه الى التراب المصري لكنا تفاهمنا ذلك اما ان يتحدث عن خطوط في قلب ليبيا فهذا امر مرفوض وتدخل فج وصارخ لا يمكن القبول به تانيا عندما يتكلم انه لا يعترف الا بشرعية مجلس النواب في طبرق هذا ايضا تجاوز كبير للشرعية الدولية والاتفاق الصخيرات الذي انبطقت منه ثلاث مؤسسات سياسية وهي مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني وبهذه الطريقة السيسي يرفض الاعتراف بشرعية المجلس الاعلى للدولة وبشرعية حكومة الوفاق الوطني بل ان مجلس النواب المنعقد في طرابلس اعضائه اكتر بكثير من المجموعة المتبطئة اذا ما يدعنا تسأل سيد جمعة يعني بنهاية المطاف على اي اساس يأتي تأتي هذا التصريح من خلال السيسي هل هو من خلال هذا الاجتماع الذي دعت اليه مصر ايضا فيما يتعلق بالجامعة العربية اولا الاجتماع التي دعت له مصر للجامعة العربية فيه تجاوز للنظم ولوايح الجامعة واجتماع غير شرعي لانه لم يتم التشاور والتنسيق مع الحكومة الشرعية للدولة المعنية بهذا الاجتماع وهي ليبيا تانيا الهدف من ذلك الاجتماع هو ان تمرر مصر ما عرف بمبادرة السيسي وتريد من الجامعة العربية ان تتبنى هذه المبادرة حتى تصبح مبادرة عربية من الجامعة العربية ولكن اعتقد ان كل هذه الجهود ستفشل ولن يتم تمرير تلك المبادرة وبالمناسبة مبادرة السيسي تتناقض تماما مع حديثه اليوم عن تسليح شباب قبائل في ليبيا وتدخل عسكري ووضع خطوط حمراء داخل ليبيا اما الدوافع الحقيقية وراء كل ما قاله السيسي اليوم وهذه التصريحات النارية في الواقع سبع امرين الامر الاول هو ان الان مصر اصبحت عاجزة في الملف الليبي مع وجود طرفين اقويا وهم تركيا وروسيا وما يهمنا هنا هو ان نصل الى تفاهم مع روسيا التي لديها مرتزقة بقرابة الالفين يتمركزون اغلبهم في سرط والجفرة واذا ما وصلنا الى تفاهم مع روسيا بضرورة سحب هؤلاء المرتزقة ستكون الجفرة وصرط متاحة امام حكومة الوفاق الوطني ان تدخلها بدون حرب وبدون اقتتال وحكومة الوفاق اكدت انها ستسعى الى بص سيادتها على كل التراب الليبي وليس فقط سرط والجفرة والمواني النفطية مصر ما تريده مصر هو محاولة اتبات وجود لها في اي اتفاق سياسي قادم ومحاولة المحافظة على ما يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه في سياق هذه في نفس الاتجاه سرط اليوم يبدو انها كلمة السر للجميع الجانب التركي يتحدث عن تجاوز هذه المنطقة ونعني هنا سرط يمكن او يكمن هناك حل ربما للوضع الحالي لكن الجانب الاخر متمثلا في مصر يتحدث عن ان تجاوز سرط خط احمر ما المقصد هنا وما الاتجاه هذا التهديد من قبل السيسي بان تجاوز سرط الجفرة خط احمر هو تهديد ظاهرة صوتية واجوف اكتر منه تهديد حقيقي لان السيسي لا يملك ولا يستطيع ان يدفع بجيوش مصر داخل ليبيا لمحاربة حكومة الوفاق الوطني او للاستدامة مع تركيا التي تعطبر من الدول القوية جدا في المنطقة وثاني اقوى جيش في حلف الناتو انا اعتقد هذا التصعيد من السيسي هو لتحقيق بعض المكاسب السياسية في اي اتفاق قادم بعد ان اصبحت اوراق مصر المؤترة في ليبيا ضعيفة جدا مقارنة بالدور الروسي والدور التركي امر اخر لا يمكن تجاهله ان هذا التصعيد والظهور بالقوة في اتجاه الغرب في اتجاه ليبيا من قبل السيسي هو للتغطية على ضعف شديد في اتجاه الجنوب في اتجاه تيوبيا وفي اتجاه سد النهضة النظام المصري والسيسي فشل في المحافظة على الامن الغدائي والامن القومي للشعب المصري من خلال انسياب مياه النيل والتفاهم مع تيوبيا في سد النهضة وبالتالي يريد ان يبعد الانظار عن ذلك العجز وذلك الضعف والظهور بمظهر القوي في اتجاه الملف الليبي ولكنه كلام وتصعيد كلامي اعلامي اكتر منه تهديد واقعي لن تستطيع النظام المصري او الجيوش المصرية ان تدخل ليبيا لان ذلك سيجلب لمصر كوارث اقتصادية وسياسية وردة فعل شعبية من الشعب المصري ولا ننسى ان البرلمان المصري لابد ان يوافق بالاجماع على اي تدخل عسكري في دولة اخرى وهناك اصوات حتى داخل المؤسسة العسكرية المصرية والجيش المصري سترفض هذا التدخل لانه ستكون عواقبه كارتية على الجارتين مصر وليبيا والشعبين الذين تربط مع علاقات تاريخية قوية جدا لنتذكر اذا هذه التصريحات هو تهديد لليبيا ممثلة بحكومة الوفاق ما الذي يجب ان تتخذه حكومة الوفاق من خطوات هنا نتحدث خلق توازنات سياسية في اطار ما يتأتى من خلال هذه التصريحات التي تأتي من هنا وهناك اولا على حكومة الوفاق ان يكون لها موقف واضح وقوي في شكل بيان رسمي اليوم يرفض هذا التدخل الفجر في الشؤون الداخلية في ليبيا ووضع خطوط لنا في قلب ارضنا في ليبيا هذه الخطوة الاولى الخطوة التانية تأكيد من حكومة الوفاق انها الحكومة الشرعية ومن حقها ان تبسط سيادتها على اي مكان في ليبيا سيرت والجفرة او غير سيرت والجفرة تالتا التذكير باننا لاجأنا الى اتفاقية امنية مشروعة مع تركيا بعد ست سنوات من الدعم المصري والاماراتي والسعودي والفرنسي والروسي ومرتزقة متعددي الجنسيات لخليفة حفتر لاجل السيطرة على السلطة بالقوة نحن تصدينا لذلك المشروع الخبيط على مدى ست سنوات وتركيا دخلت على الملف الليبي في 2020 فقط وليس منذ ست سنوات بينما النظام المصري يزود حفتر بالسلاح وبالطائرات وبالدخيرة وبالتدريب والضباط والمستشارين منذ أكثر من ست سنوات وبالتالي نحن صمدنا دافعنا عن أنفسنا هزمنا هذا المشروع الخبيط مشروع محور الإمارات مصر فرنسا روسيا الدعم لحفتر والآن لابد أن نترجم هذا النصر العسكري على حفتر إلى انتصار سياسي بأن تبسط حكمة الوفاق سيدتها على كل ليبيا وأن تستقر ليبيا سياسيا وأن يكون هناك حل سياسي ولكن حل سياسي بشرط أساسي لا يمكن التخلي عنه وأن حفتر وأبنائه لابد أن يكونوا خارج المشهد العسكري والسياسي بالكامل هذا أيضا بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن نتنازل عليه وبالتالي لماذا؟ لأن حفتر مجرم لأنه انقلابي لأنه قتل عشرات الآلاف من المدنيين الألغام المقابر الجماعية في ترهونة المجازر قبل ذلك لم يكن يحارب الإرهاب على الإطلاق نحن من حربنا الإرهاب وهزمناه من خلال قوات البنيان المرصوص في سرد وبالتالي حفتر لا شرعية له لا شرعية عسكرية ولا سياسية سنتمسك بهذا الثابت وهذا ما على حكومة الوفاق الوطني تأكيده باستمرار بهكذا توابط ومواقف قوية سنصل إلى استقرار في ليبيا وإلى حل سياسي عادل يشارك فيه كل الأطراف التي من حقها أن تكون في أي اتفاق لأنه أطراف ليبيا وشركاء في الوطن أما حفتر وأبنائه فهم مجرمون ليس لهم إلا الملاحقة القضائية داخل ليبيا وخارجها هذه الرسائل التي يجب أن تصل للنظام المصري ولأي دولة أخرى تريد أن تدخل تتدخل في ليبيا ومن يريد أن يقدم مساعي حميدة سلمية سياسية مثل الجزائر وغيرها في دعم مصالحة وطنية وغيرها نرحب بها ونتعاون معها بكل صدر رحد أما ما يقوم به السيسي من تهديدات فهو مرفوض ولا يمكن أن نسمح به وسنتصدى له سياسيا وغير سياسيا على الأرض كذلك والأيام والأسابيع القادمة ستثبت ذلك به طيب ما رأيك حول من يرى أن يتم استمالة مصر وتطمين القاهرة من جهة حكومة الوفاق للتخلي عن حفتر وهذا المشروع جيد إذا كان لدى مصر هواجس أمنية ومخاوف من أن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على أمنها القومي وإذا كان لمصر مصالح اقتصادية وإذا كان مصر تريد أن ترسل لنا الملايين من العمالة المصرية كما كانت في السابق حتى تستفيد مصر اقتصاديا بشكل كبير فعليها أن تدخل من الباب وليس من النافذة دخول من الباب هو التعامل مباشرة مع الحكومة الشرعية ولن يذكر مصر وكل المسؤولين في مصر أن مصر انحازت لحفتر ولأتباعه في المنطقة الشرقية وبعض الميليشيات وعادت المنطقة الغربية بالكامل والجنوب ونذكرهم بالديمغرافيا حقائق الديمغرافيا في ليبيا أن 75% من السكان الليبيين والقوة الاقتصادية الليبية موجودة في الغرب والجنوب كيف لمصر أن تحقق مصالحها الاقتصادية في ليبيا وهي تعادي 75% من الليبيين حيث تتواجد حكومة شرعية أيضا الشرق الليبي لا يجب لمصر أن تعتبر أن الشرق الليبي موالي لها على الإطلاق إخوتنا في الشرق غالبيتهم العظمى يرفضون انقلاب حفتر يرفضون جرائمه يرفضون مشروعه لحكم عسكري وهو يسيطر عليهم بالقوة وبالإرهاب وبالسجون وبشارع الزيت وبالقبض الأمنية عندما أعاد الأمن الداخلي للنظام السابق لكي يكمم الأفواه ونحن نلاحظ الخطف سهام سرقي وأين هي الناشط المدني خالد سكران أي وهو العشرات الذين قتلوا في شارع الزيت في مجزرة لبيار في سجن قرنادة الإخوتنا في الشرق مغيبين بحكم القبضة الأمنية الشرسة لحفتر عليهم ولا يجب لمصر أن تفترض بأنهم يدعمون أي طموحات مصرية غير عادلة وغير شرعية في ليبيا الحديد عن تسليح أبناء قبائل في ليبيا أمر خطير جدا هل يجوز لنا نحن أن نقول بأن هناك خط أحمر داخل مصر في مطروح في مرسى مطروح ولا يجب للجيش المصري أن يتجاوزه غربا هل يجوز لنا أن نسمح لأنفسنا أننا نريد أن نسلح أو ندعم أبناء قبائل في غرب مصر وصولهم من ليبيا ربما يصل عددهم إلى الملايين لن نفعل ذلك لأن هذا تدخل فج ومرفوض في الشؤون الداخلية لدولة جارة ذات سيادة على المصريين أن يعاملونهم بالمثل وأن يحترموا سيادتنا واستقلاليتنا وإلا فإننا سنتصدى لهم ولمخططاتهم بكل قوة وأعيد وأختم وأقول أن مصر اليوم دورها في ليبيا ضعيف وتنوي مقارنة بالتأثير التركي والروسي ستحسم الأمور ضد حفتر وضد مشروع مصر والإمارات ولصالح الشعب الليبي مجرد أن يكون هناك تفاهم نهائي مع روسيا لسحب مرتزقتها وستبسط حكومة الوفاق الوطن بإذن الله سيادتها على سرط والجفرة والمواني وكل ليبيا شرقا وجنوبا وغربا بإذن الله مبعوث الرئيس المجلس الرئيسي الرئيسي الشخصي لدول المغاربية جمع القماط شكرا جزيلا لك شكرا شدد المتحدث باسم رئاسة تركيا إبراهيم كلان على ضرورة انسحاب خليفة حفتر من مدينة سرط من أجل وقف دائما لإطلاق النار وكذا كالن في لقائم مع وكالة فرانس باس أن تركيا تدعم موقف حكومة الوفاق وأن ميريشية حفتر يجب أن تخرج من سرط والجفرة من أجل وقف إطلاق النار واتهم كالن فرنسا بتعريض أمن حلف شمال الأطلسي والبحر المتوسط وشمال إفريقيا والاستقرار السياسي في ليبيا للقطري من خلال دعم حفتر الذي شنت ميليشياته هجوما على العاصمة ترابلس العام الماضي قال رئيس المجلس الرئاسي فايزا صراج أن حكومته بعد المعركة الطويلة للدفاع عن ترابلس لن تستثلم ولن تسمح لأي دكتاتورية بالدهور في ليبيا مطالبا الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بدعم حكومته في تحقيق هذه الرؤية وأوضح سراج في لقائم مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن أكثر من 14 شهر مرت منذ أن واجهت العاصمة الليبية ترابلس الاستبداد من خلال هجوم غير قانوني وأخلاقي بقيادة جنرال مارق مبينا أن الجميع شاهد الفضائع التي تجلبها حرب تتم دون اعتبار للأخلاق وملئة بجرائم يرتكبها فرد هدفه الوحيد رؤية ليبيا تقع تحت حكم شمولي وديكتاتورية دون محاسبة وفق تعبيره عبر وزير الخارجية بحكمة الوفاق عن رفضه للاجتماع الذي ذعت إليه مصر في الجامعة العربية حول ليبيا مؤكدنا أنه لا يحقق الغاية المرجوة منه وعلى رأس ذلك التشاور مع ليبيا باعتبارها الدولة المعنية به من جانبها كدت مندوبية ليبيا في الجامعة العربية عن تمسكها بالقواعد الإجرائية المعمول بها في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمتمثلة في التشاور واسع النطاق حول تاريخ الاجتماع ومخرجته قليلة هي الأوقات التي يسمع فيها اسم الجامعة العربية الغارقة في سبات عميقة والعلم أيقظها من ذاك السبات التعاون التركي الليبي الذي أنهى وجود حفتر في المنطقة الغربية أمس الجمعة تعلن الجامعة عن طلب تقدمت به مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ذلك لمحث تطورات الأزمة في ليبيا عبر التقنية الاتصال المرئية الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أكد إجراء اتصالات مع رئاسة الدورة الحالية المتمثلة في سلطنة عمان بشأن تحديد موعد الاجتماع متوقع أن يكون خلال الأسبوع القادم بعد حصول الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي تنظر حكومة الوفاق بعين الريبة للاجتماع الذي دعت إليه القاهرة بشأن ليبيا حيث أكد وزير خارجيتها سيالة في مباحثة هاتفية مع وزير الخارجية العماني رفضه للاجتماع المزمع عقده على مستوى وزراء الخارجية العرب لمخالفته الإجراءات المعمول بها داخل الجامعة الأمر ذاته أكدت مندوبية ليبيا في الجامعة العربية التي أعلنت عن تمسكها بالقواعد الإجرائية المعمول بها في اجتماع مجلس الجامعة والمتمثلة في التشاور واسع النطاق حول تاريخ الاجتماع ومخرجته وإذ أوضحت المندوبية أنها تحتفظ بحق الطعن في أي وثيقة قد تصدر عن أي اجتماع يخالف تلك القواعد فإنها أشارت إلى أن انعدام التشاور المسبق لن يأتي إلا بمواقف ناقصة وغير قابلة للتنفيذ ومهما يكون فالثابت أن عقد اجتماع الجامعة من عدمه لن يكون له أي صدى على الأرض في ليبيا بالنظر إلى التطورات التي حصلت في الميدان وهو ما سيجعل الاجتماع محاولة جديدة لإدانة تركيا والبحث لحفتر المخرج من ورطة العدوان على طرابلس أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أن موقف بلاده من الأزمة الليبيا قائم على وجوب تسوية السياسية والسلمية بين الفراقاء الليبيين وأضف الحزبي في لقاء له مع سفير الألماني بتونس أندريا رينك أن تونس تدعم كل المبادرات الدولية الرامية لوقف القتال حتى تستعيد ليبيا أمنها واستقرارها وتتوصل إلى إعادة بناء مؤسساتها قالت صحيفة تايمزال بريطانية أن هناك شبكة من المؤامرات الرامية إلى تمكين سيف الإسلام القذافي من زعامة ليبيا وإن خيوط تلك المؤامرات تقود إلى موسكو وضحت الصحيفة في تقرير لها نشرت على موقعها أن من بأن ضمن خيوط تلك المؤامرات قضية السجينين الروسيين ماكسيم شوغالي وسامير سعيفان المعتقلين في ليبيا والذين ادعت الحكومة الروسية أنهما باحثان اجتماعيان مبينة أن لديهما وثائق تثبت أن السجنين المعتقلين في سجن معيتية كان جزءا من خطة صادقة عليها الكرملين لإعداد سيف القذافي ليكون زعيما لليبيا وأشرت الصحيفة البريطانية إلى أن روسيا كانت تعلق الأمال على تحقيق نصر عسكري على حكومة الوفاق على يد حليفها حفتر لكن تلك الأمال ذهبت أدرج الرياح بعد الهزائم المتوالية التي منيت بها ميليشية حفتر المدعومة من روسيا أكدت نائبة مفاوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن الهجوم الذي شنه حفتر على ترابلس أدى إلى تدهور خطير في حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في ليبيا وضفت الناشف في كلمة لها ماما مجلس حقوق الإنسان أن الهجوم على ترابلس أجبر مائتين وخمسة وعشين ألف شخص على النزوح مشيرة إلى وجود مليون شخص على الأقل في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية السلام عليكم جميعا في إحاطة لها للأمم المتحدة أكدت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف أن الهجوم الذي شنه حفتر في الرابع من أبريل 2019 على ترابلس أدى إلى تدهور خطير في حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في ليبيا ومنذ ذلك التاريخ أجبر 225 ألف شخص على النزوح من منازلهم معظمهم في العاصمة وضواحيها وجددت الناشف دعوة مفوضية حقوق الإنسان إلى وقف فوري لإطلاق النار وقالت أن إنهاء القتال والعودة إلى المصار السياسي هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ المدنيين ومع صدمتها بسبب الخسائر في صفوف المدنيين أشرت مفوضية حقوق الإنسان إلى استمرار ارتكاب عمليات الإعدام وأعمال القتل والاختطاف والاختفاء القصري والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة في ظل حالة الإفلات التام من العقاب وبعد اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة دعت المفوضية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل لإثبات وقائع وظروف انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في ليبيا وطالبت بإنشاء هيئة تحقيق دولية في هذه الانتهاكات لمنع ارتكاب المزيد وللمساهمة في إحلال السلام والاستقرار من جهتها قالت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة سيفاني ويليامز أن قوات حفتر تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 80% من المدنيين خلال العدوان على ترابلس وأشارت إلى وجود مليون شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة من بينهم 400 ألف نازح ليبي ويليامز أكدت أن البعثة الأممية تدعم إنشاء آلية تحقيق دولية في ليبيا لتعزيز المساءلة في ظل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خاصة مع اكتشاف المقابر الجماعية والجثث في مستشفى ترهونة إضافة إلى مئات التقارير عن حالات الاختفاء القصري والتعذيب والقتل وتشريد العائلات ليبيا من جهتها طالبت بإنشاء آلية تحقيق مستقلة لمحاربة الإفلات من العقاب وتثبيت الاستقرار في البلاد وقالت إن مغادرة معظم موظف المفوضية أدت إلى انقطاع المساعدة التقنية رغم حاجة ليبيا إليها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات داخل مؤسسات الدولة دع الباحث الحقوقي في منظمة تضامن لحقوق الإنسان أحمد القصير إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم حفتر خاصة بعد اكتشاف أكثر من عشر مقابر جماعية في طرهونة ومئات الألغام والقنابل المفخخة التي زرعتها ميليشياته في الأحياء السكنية ندعو مجلسك الموقر إلى إنشاء لجنة تحقيق بجرائم القتل خارج داقة القضاء واستخدام الألغام ضد الأفراد الألغام المحظورة بموجب اتفاقية أتوى وذلك لتحديد الجنات ومحاسبتهم وتعويض الضحايا وشكرا دعت الأمم المتحدة سلطات في ليبيا لا وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وضمان التحقيق السريع والمقاضة في جميع تقاريره وتوفير الحماية والتعويضات والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للناجين ورحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان نشرته في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع رحبت بقرار مجلس القضاء الأعلى الليبي بإنشاء محكمتين مخصصتين للتصدي للعنف ضد النساء والرجال والأطفال معتبرة إياها خطوة إيجابية تساهم في القضاء على العنف ضد المرأة في ليبيا دعيتنا السلطات إلى تنفيذ القرار لضمان توطيق أفضل لحالات العنف الجنسية المرتبة بالنزاعات طلبت 11 منظمة حقوقية ليبيا بالتحقيق في الانتهاكات والمواقف العنصرية التي تطال طالبية لجوء والمسجلين لدى مفوضية اللاجئين وقالت المنظمات في بيان لها نوضع طلب اللجوء واللاجئين في غاية البؤس والمعاناة في ظل الأوضاع والسياسات الظالمة من إرجاع قصري من شواط أوروبا وقساوة في أماكن الاحتجاز في ليبيا فضلا عن التهديد الحقيقي بالإصابة بكورونا منوهة إلى تعرض المهاجرين لممارسات عنصرية من قبل حرسي مراكز الاحتجاز وموظفي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا عاد إلى أوكرانيا 14 بحارا كانوا مسجونين في ليبيا بعد أن ألقي القبض عليهم منذ عام 2017 قبالة السواحل الليبية على مثل ناقل روتا بتهمة تورط في تهريب المنتجات البترولية ونقلت وكالة أنباء أوكرانيا بريس عن الرئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي سعادته بعودة مواطنيه إلى بلادهم كما وجه شكر وزارة الخارجية والجهات المعنية في أوكرانيا الذين نجحت جهودهم في خروج مواطنيهم من السجن في ليبيا بعد مفاوضات استمرت أشهر طويلة قال المستشار الأعلمي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الأمين الهاشمي أن الوزارة فقدت خمسة وعشرين شهيدا من الأطقم الطبية وطبية المساعدة جراء العدواني على طرابليس وضف الهاشمي أن الفرق الصحية تسقط منها أيضا خمسون جريحان تابعون للأجهزة الإسعافية والمستشفيات الميدانية مبينا عدد من المستشفيات الميدانية والمرافق الصحية تعرضت للتدمير الممنهج مضيفا في الوقت نفسه أن الانتهاكات التي طالت المرافق الصحية والأطقم الطبية والمدنيين جرى رصدها وتوثيقها بالكامل عن طريق فريق مختص تابع للطب الميداني والدعم الذي أعد تقارير مفصلة بشأنها من منظور القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية أقيم في مدينة الزنتان ملتقى لأسر شهداء بركان الغضب بالمدينة بحضور آمير غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة جوالي إضافة إلى عدد من أسر شهداء بركان الغضب ويهدف الملتقى بحسب القائمين عليه للتواصل مع ذوي الشهداء والوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى أرائهم وتطلعاتهم الغرض من هذه الزيارة هو مقابلة أسر الشهداء يعني أنا تمتكناش خلال الفترة الماضية اللي يزيد على السنة من الالتقاء بأسر الشهداء نظر أن كنا مشغولين بشكل دائم في ظروف المعركة والآن يعني من واجبنا أن نحييهم على تضحيات ابناهم وما قدموه لليبيا بصد هذا العدوان الأمجي ويعني نشيد بتربيتهم هذه الشهداء وهذه الأبطال هذا نتيجة تربية هؤلاء الأباء والأمهات فهذا كان الغرض من الزيارة هو يعني السلام عليهم ونعترفونهم بفضلهم بفضل أبنائهم وأيضا لمناقشة يعني وجهات نظرهم وتطلعاتهم والحمد لله زي ما شاهدت كانت كلها تصب في أن تمن هذه التضحيات يجب أن يكون دولة مدنية وليس لهم أي مطامع مثلا مادي شيء كان مطالبتهم أن تضحيات لا تذهب سوداء هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفصل ارتفاع عدد مصابي كورونا لخمسمائة وعشرين وسط شكاوى من إهمال حكومة الثاني للمصابين في الشرق اشتركوا في القناة المترجم للقناة متجاهلا أزمة سد النهضة السيسي يهدد بالتدخل في ليبيا وتصليح القبائل ورفض رسمي لتصريحاته واعتبارها تدخلا سافر الجزائر تجدد دعمها لحكومة الوفاق أثناء لقاء السراج بتبون وليبيا ترفض اجتماع للجامعة العربية على ليبيا دعت له مصر الأمم المتحدة تقول أن عدوان حفتر فاقم الوضع الإنساني وصحة الوفاق تقول أن 57 عنصر طبيا سقطوا جراءه أهلا بكم مشاهدين إلى جزء المخصص لفيروس كورونا أعلن المركز الوطني مكافحة الأمراض الجمعة اكتشاف عشي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع جمالي المصابين في ليبيا إلى 520 حالة وأكد المركز واستلامه 825 عين قادمة من مختبرات ترابلس وسبها وبنغازي بالإضافة إلى مصرات وزليط مضيحا أن حالة الإصابة العشر كلها حالة مخالطة من مدينة سبها وطالب المركز الوطني والمواطنين بالمناطق التي يحدث فيها ساريان للفيروس بعدم مغادرة مدنهم للحد من انتشاره في سياق من متصل أكدت إحدى المصابات بفيروس كورونا بمستشفى المنصورة بشحات وجود عدد إصابات بالمستشفى أكثر من المصرح به نافية ما يتدول عن تقسيس غرفة لكل مصاب كما أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات أحسين بودرويشا عدم قدرة المستشفى المنصورة بشحات على إيواء أي حالات لقلة الإمكانات والمعدات الطبية والفرق الطبية والطبية المساعدة والخدمات مطالبا المسؤولين ببنغازي ضرورة نقل الحالات إلى مستشفى الهواري الأختين اللي جنبها من جمهورية مصر العربية بايهي يسيدي أنا استبرق غروره وبايسانت غرور أختي بايهي والباقية من البلح عتيقة أبلع عتيقة حاجة لـ 78 سنة بعدها بيومين أختي كبيرة كيف تقول ما فيش حالات كورونا إلا الحالتين بلنا بهذه الكلمات توجهت المواطنة استبرق غرور إلى مدير مستشفى الثورة بالبيضة والمسؤولين لتخبرهم أنها وأختيها لم تعوداء الحالتين المعلنتين داخل المدينة فقط فالرقم الحقيقي أكبر من ذلك وغرف مستشفى المنصورة بشحات تعلمه علم اليقين فلما تخفونه أيها المسؤولون تتساءل استبرق المصابة بكورونا والقادمة من جمهورية مصر العربية قالت إنها وزميلاتها في المرض يقبعون في غرفة واحدة مستدلة لإثبات ذلك بكاميرا هاتفها وصوت من يشاطرها ذات الألم بالغرفة التي تبدو وكأنها منفية المصابة بكورونا وزميلاتها أكدنا أن مستشفى المنصورة خال من أي خدمات أو معدات طبية رغم وجود حالات مرضية حارجة به تأكيدات لم ينكرها رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات حسين بودرويشا الذي طالب بدوره المسؤولين في بنغازي بنقل الحالات المصابة بفايروس كورونا من مستشفى المنصورة بشحات والبالغ عددهم خمس حالات إلى مستشفى الهواري ببنغازي لعدم قدرة المستشفى على إيوائهم قلة الإمكانات والمعدات الطبية والفرق الطبية والطبية المساعدة والخدمات أيضا رأنا نحن كمستشفى منصورة غير قادرين على استقبال هذه الحالات لا لإقليمية أو مناطقية أو جهوية إلا لأن المية غير موجودة في مستشفى المنصورة إذا كان حوشك ما فيه الشمية حتى ما قعدك ما تقعد فيه حالة كورونا في ليبيا رغم صعوبة ظروفها وتسارع أعدادها الشهر المنصر إلا أنها لم تدفع بعد بالوضع الوبائي إلى مرحلة الخطر فالاحتواء ما يزال فرصة سانحة إن التزم المواطنون بإرشادات السلامة اللازمة لمجابهة الفيروس وإن قامت السلطات شرقا وغربا بدورها في دعم القطاع الطبي وكوادره لمواجهة تداعية الفيروس في سياق متصل أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع صبها استلمه الجمعة مئتي جهاز اختبار خاص بتحاليل فيروس كورونا شيران إلى أن فني المختبر بالفرع باشروا فور الاستلام إجراء التحاليل للمسحات الموجودة بالمختبر يأتي ذلك في الوقت الذي نبه فيه المركز الوطني مكافحة الأمراض في سبها المواطنين لعدم مسورية عن أي بيانات أو تصريحات أو معلومات أو حتى إحصائيات أو ما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمنطقة الجنوبية ما لم يتم النشع عبر قنواته الرئيسية وحصرية ذلك لمكتب التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدتين الأولى والخامسة الغازيتين بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة إلى الشبكة العامة بعد أن انخفض تردد الشبكة الكهربائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة هذا تشهد غالبية مناطق ليبيا انقطاعا في التيار الكهربائي مذو أيام وصل إلى أكثر لعشر ساعات يوميا ما أثر سلبا على حياة المواطنين خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة لا يكد يمر شهر على ليبيا طيلة السنوات الأخيرة دون انقطاعا في التيار الكهربائي الذي أصبح كابوسا يؤرق المواطنين صيفا وشتاء حيث باتت ساعات طرح الأحمال التي تحدث الآن عشر ساعات يوميا جزءا لا يتجزأ من الأوضاع في ليبيا هي أزمة ألقت بظلالها على كاهل المواطن خاصة مع دخول فصل الصيف وأثرت سلبا على عمل عديد المحال التجارية والمصانع والمؤسسات الخدمية والصحية في وقت تواصل فيه الشركة العامة للكهرباء صيانة أبراجها المتضررة جراء العدوان على العاصمة غير أن هذه الإجراءات لم تغير من الواقع شيئا فساعات طرح الأحمال مستمرة إذ وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من خمس عشرة ساعة دون كهرباء في وقت وصلت فيه درجات الحرارة إلى قرابة أربعين درجة مئوية يوم الجمعة ما دفع سكان المناطق الساحلية إلى الذهاب للبحر رغم الحظر التام ليومي الجمعة والسبت بسبب جائحة كورونا شركة الكهرباء قالت في بيان لها أن فرق الصيانة تمكنت من إدخال الوحدة الثانية الغازية بمحطة رويز والوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة إضافة إلى الدخول بالوحدة الثالثة في محطة الخمس الغازية على الشباكة الكهربائية الشركة أوضحت أن تردد الشباكة الكهربائية قد انخفض بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما تسبب في خروج 11 وحدة توليد في مدن ومناطق مختلفة وهو ما أسهم في زيادة ساعات طرح الأحمال الوضع الكهربائي ينذر بالخطورة وتعدى مسألة الصيانة وما يتعلق بترتباتها المالية والتقنية ليدخل مرحلة جديدة عنوانها إعادة البناء نتيجة الأضرار التي لاحقت بمحطات الكهرباء في مناطق جنوب ترابلس حيث دمرت غالبية محطات التوليد بحسب شركة الكهرباء التي أكدت أن الخسائر تقدر بما قيمتها 500 مليون دينار فضلا عن تعرض كل محطات التوليد في جنوب ترابلس إما للصريقة أو للتخريب ليبقى السؤال إلى متى ملف الكهرباء في ليبيا لا يجد حلا في السياق المتصل قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن الديوان اعتمد ثلاثة مليارات دينار لصالح الشركة العامة للكرباء خلال عامي 2018-2019 وعضف شكشك أنه رغم ذلك فأن الشبكة لم تتحسن بينما إذا صرفت هذه المبالو على الصيانة وقطع الغيار أو قطع الغيار لكان وضع الشبكة أفضل وفق قوله ثلاثة مليارات دينار للبدء في مشاريع جديدة للشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2018-2019 وثلاثة مائة وسبعون مليون دينار هي القيمة التي اعتمدها ديوان المحاسبة لصالح الشركة لصيانة محطاتها إلا أن وضع الكهرباء لم يتحسن بعد وفق ما قاله رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك شكشك وخلال إحاطته أمام مجلس النواب قال إن الديوان وافق قبل سنتين للشركة العامة للكهرباء على عقد جديد بقيمة 900 مليون دينار في محطة طبرق كان يفترض أن ينفذ خلال تسعة أشهر إلا أن نسبة الإنجاز فيه لم تتعدى الواحد في المئة حتى الآن عندنا عقد درنافي عطنافي طبرق لهكتر من سنتين يتعهد مجلس الإدارة مكتوب وشفويا أمامنا في ديوان المحاسبة أن خلال تسعة أشهر تكون المحطة تنتج وقلنا لأني قلت لأ شخصين قلت لأكل مدى ما حسن منه لكن بره يسيد أنت مسؤول وعدي نفذ توكم لي حجزة 900 مليون دينار في اعتماد وداروا العقدة برمو أسمح ملزمة الدولة اللي بي بتنفيذها وإلى حد الآن ممكن لا يوجد نسبة الإنجاز حتى 1% ألفا ميجاوات ضاعت من إنتاج محطات الكهرباء بسبب حاجتها للصيانة بينما قلت القدرة الإنتاجية بشكل عام بسبب إصرار الشركة على توقيع عقود لمشاريع جديدة وأهمال الصيانة وسوء الإدارة هذا ما أكده رئيس الدوان أمام مجلس النواب مشيرا إلى مطالبة الدوان المتكررة لصيانة الشبكة عوضا عن توقيع عقود أخرى مستندا على ذلك حمل شوكشوك الشركة العامة للكهرباء مسؤولية انقطاع الطيار الكهربائي في البلاد رفقة مصر في ليبيا المركزي لتأخره في الموافقة على اعتمادات لصالح الشركة حسب قوله في مسؤولية تقع على الشركة الكهرباء فيما يتعلق بعدم تنفيذ الخطة هذه الخطة السيالة وفي جزء منها يتحمل مسؤولية مصر في ليبيا المركزي وجهتني في رسالة رسمية لأن فيها اعتمادات تأخرت وإلى حد الآن قعدها متأخرة انقطاع الكهرباء تفاقم حتى أصبح يصل إلى أكثر من 12 ساعة يومياً بينما تتزايد معاناة المواطنين جراء هذا الانقطاع أكثر في فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة أزمة تؤرق المواطنين وتعطل مصالحهم بل وحتى أبسط حاجياتهم اليومية ونذهب إلى وازن حيث ثعان المدينة من ضعف واستمرار انقطاع التيار الكهربائية المتكرر رغم مساعي البلدية لحل الهزمة إلا أن تهالك الشبكة وانتهاء عمرها الافتراضي حال دون ذلك المزيد في هذا التقرير باتت أزمة الكهرباء هنا بوازن الواقعة أقصى ضرب البلاد تتصدر المشهد على مدار العامة التعاني المدينة من ضعف وانقطاع التيار الكهربائي رغم مساعي البلدية لتوفير بعض المستلزمات لحل حالة ما في مقدورها من مشاكل إلا أن تهالك الشبكة وانتهاء عمرها الافتراضي حال دون ذلك إلى الشركة العامة الكهرباء لإيجاد حلول داخل البلدية منها إنشاء محطة 66 داخل بلدية وزن لتفادي الأعطال للخط الممتد من محطة 66 الأغزاية إلى وزن حوالي 22 كم فلا بدنا من إنشاء محطة 66 داخل بلدية وزن وأيضا إيجاد أو طبعا زيارة عدد محولات داخل بلدية غياب دور الشركة العامة للكهرباء من خلال توفير المعدات وإعادة ترميم الشبكة المتهالكة دفع بعض المواطنين لشراء الكوابل بأنفسهم ضمن حلول تلفيقية لجأ إليها الأهالي لينعموا بما يفترض أن يكون حقا لكل مواطن فيه اللي يمسكين تقاه يدير في سحب وفيه اللي يشري من عنده وفيه اللي تلقاه هو من عنده يمشي يأخذ نحاس ولو طبعا نحاسه من فيه يأخذ في الألمونيوم وكده وتوصينات غير شرعية الأغلب توصينات غير شرعية هم اللي خلال المواطن يوصل للتوصيل الغير شرعية أنه عدم توفير للمواد في المحطات وفي البلديات ينجح المواطن يأخذ يشري من برة ويبدأ يوصل هو بروحها مسلسل طال أمد أجزائه وشبح يلوح في الأفق بلا تاريخ محدد لانتهاء حلقاته ويبقى المتضرر الأكبر هو المواطن بهذا مشاهدنا نصل بإياكم إلى ختام هذه النشرة ونذكركم بأبرز عنوينها متجاهلا أزمة صد نهضة السيسي يهدد بتدخل في ليبيا وتسليح القبائل ورفض الرسمي لتصريحاته واعتبارها تدخلا سافرا الجزائر تجدد دعم لحكومة الوفاق ثم لقائص الرجا بيتابون ليبيا ترفض اجتماعا لجامعة العربية عن ليبيا دعت له مصر الأمم المتحدة تقول إن عدوان حفتر فاقم الوضع الإنساني وصحة الوفاق تقول إن خمسة وسبعين عنصورا طبيا ساقطوا جراءه أزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على إنترنت اللي بلاحظة التفيق وبقية منصاتنا على موقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم على المتابعة تصبحون على خير اشتركوا في القناة